من ضمن اسئلة هو انا ينفع اشتغل حاجة جنب الترجمة انا مترجمة وبفكر اشتغل حاجة تانية جنب الترجمة هل هينفع? نعم ينفع ان حضارك تشتغل حاجة جنب الترجمة وبس على حسب حضارك تشتغلي هل بتشتغلي مسلا ترجمة يعني شغلي جزئي ولا كلي. لو حضارك بتشتغلي جزئي ممكن تشتغلي اي شغل انا تانية. لو بتشتغلي كلي وحاوزة يوم الجمعة والسابت او بعد الشغل تشتغلي تشتغلي ولكن شوفي انت حضاك شغالة في ايه? وايه اللي يمنع? ان فيه بعض الشركات تقول لك لا انا ممنوع انك تشتغل له حاجة بعد او هو فقط بتبقي ماضية على انك تشتلي في المكان ده بس. اه او انها هيأثر او فيه يعني مسلا تشتلي هنا في شركة الترجمة ودي شركة منافسة فاتروحي هنا جزئي لا ممنوع. فهي دي التفاصيل ولكن السؤال العام جدا فضعه ده في الاعتبار انه ده على حسب كل شخص واكيد حد منش هيقول لا لو جاله شغل بعد الشغل مسلا او جمعة وسابته ممكن يعملوا بشكل جزئي. فكل حاجات دي لازم تأخذ في الحسبان. وربنا وفاك اكتبوا لكم الخير. عامنا في جهات كتيرة بتتكلم على لسن ورغة وترجمة وكل هذين التفاصيل. فاشوفوها المزيد من هذه المواضيع. ربنا وفاك اكتبوا كل خير.